بسم الله والصلاة والسلام على أشهر في خلق الله أهلا بكم نلتقي اليوم إن شاء الله استكمالا ل ثيرد شابتر Statics of Particle هنا اليوم احنا برضو هنستكمل احنا بدأنا اتكلمنا برضو عن التورك تمام في المحاضرة السابقة اللي هو العزم العزم ده هو عبارة عن is like twisting force هو عبارة عن زي قوة الالتواء قوة التواء twisting force قوة التواء the more torque you applied to a win the more quickly its rate of spin changed ده معنى ذاك إنك إنت لو طبقت عزم زيادة على عجلة طبعا حيب معدل اللفات هيزداد معدل تغير في اللفات هيزداد والعزم نفسه عزم الإزدواج تمام ده عزمين بس العزم لمن للإزدواج تمام التورك لو عزم الإزدواج بيسوي القوة في الرسين في القوة في إزراع قوة في مين؟ في إزراع في إزراع القوة الإكواليبريا محالة الإتزان إمتى؟ an object is in equilibrium when جسمي في حالة الإتزان لما يتحققوا شرطين there is no net force acting on the object مفيش قوة محصل net force no net force يعني محصلة القوة المطبقة بتساوي سفر there is no net torque يعني محصلة التورك هنا تاو بساوي برضو زيرو هذا شرطين أنه مفيش قوة محصلة القوة المطبقة على الجسم بساوي زيرو والعزم برضو والعزوم المطبقة على الجسم بساوي زيرو محصلته in other words بمعنى آخر أو بكلمات تانية the object is not experiences يعني الجسم تمام الجسم ده مش حيبه واقع تحت أي تأثير linear acceleration or rotational acceleration هنا في التسارع الخطي والتسارع الدوراني اتأدي التسارع الخطي ده الخطي الايه تمام جاية من ايه ده عبارة عن جاية من acceleration كلمة acceleration ايه وده معدل تغير السرعة الخطية dv ده رمز السرعة الخطية بالنسبة للزمن وده بساوي زيرو لأن الجسم ات الجسم in equilibrium ده التسارع الدوراني تمام يبدأ تسارع خطي وده تسارع الدوراني الالفا دي تسارع الدوراني برضو معدل تغير مين السرعة الزاوية الامجة دي سرعة زاوية بالنسبة للزمن بساوي 0 the system is in static equilibrium النظام بتاعي بيكون في حالة اتزان استاتيكي تمام امتا استاتيكي طبعا يعني بدون حركة امتا لما يكون the net external force is zero لما تكون القوة الخارجية مجموعة القوة الخارجية زي ما قلنا بتساوي 0 طبعا دي علامة المتجاه ده بيساوي 0 ما فيش هنا حاجة زي نت external torque برضو بيساوي 0 بدور ده برضو علامة المتجاه تمام هنا بيش حاجة زيرو عضول يبقى زي نت external torque is zero وزي نت external force is zero ده الجسم في هذه الحالة زي system يبقى in static is in static equilibrium نت تورك بيساوي 0 محاس التورك that makes a wheel want to rotate clockwise التورك اللي بيخلي العجلة بتدور تجاه عقارب الساعة هيبقى موجب تمام اهو positive torque تجاه عقارب الساعة كده اهي تمام يبقى التورك اللي بيخلي العجلة بتدور تجاه عقارب الساعة يبقى positive positive torque that makes a wheel want to rotate counter clockwise عكس عقارب الساعة counter clockwise في تجاه عكس عقارب الساعة هيبقى negative torque اهو ده عكس عقارب الساعة دوران كده في عكس اتجاه عقارب الساعة بيتديني negative negative torque problem solving guideline احنا حديبقى في مسائل حنقضوها ان شاء الله المسائل دي عشان نقدر نحلها تمام احنا بيبقى في بعض الخطوات المرشدة لنا تمام all static equilibrium problems are solved the same way كل مسائل الاتزان الاستاتيكي بتتحل بنفس الطريقة نفس الطريقة كل القوى الخارجية المطبقة عندنا applicable forces choose a pivot pivot المحور نحن نختار المحور المناسب المحور عندنا x مثلا y تمام find all external forces بتوجد كل العزوم الازدواجي الخارجية المؤسرة على الجسم تمام set the net forces to zero حط مجموعة القوى بالساو سفر يبقى مجموعة العزوم تاو بالساو سفر وهنا حتوب مجموعة القوى تمام بالساوي zero set the net torque بالساوي zero برضو هيدا كده تمام بعد ما توجد find find all external forces and find all external forces and find all external torques بعد هنساوي بالسفر محاصلة القوى بالساوي سفر ومحاصلة برضو الترك بالساوي zero solve before quants يعني اوجد او حل عشان توجد الكميات الغير معروفة دي عبارة problem solving guideline لازم ناخدها في الاعتبار ست خطوات مهمين جدا تمام انت بتوجد find all external forces بتوجد القوى الخارجية وبعدين بساوي بالسفر find all external torques بتوجد محاصلة العزوم الخارجية وبعدين برضو بساوي السفر وبعدين مهم جدا انك تشوز ابفت اللي هو اختيار المحور وبعدين عشان توجد كل الكلام ده كل تطبقوا عشان توجد الانون قوانتز اللي هي عبارة عن الكيميات الغير معروفة